هل نص النبي على من يتولى البعد الثاني من بعده أي بعد الولاية أو الخلافة أو التطبيق أحسنتم نحن في المقدمة أيضا حتى نستذكر البحث قلنا لا نتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستعين باصطلاحاتنا المعاصرة حتى نسقطها ماذا؟ على النص القرآني أو الروايات النبوية المباركة أحسنتم لا أبدا لها حسابها الخاص بها تلك لابد أن تستعمل أين؟ في القرآن الكريم نحن قلنا بأنه هذا المقام يعبر عنه بعدة تعبيرات التعبير الأول الولاية والولي التعبير الثاني الأولى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا المقام حصل لأحد من بعده أم لا؟ وإذا ثبت هذا المقام فسوف يكون خليفة في البعد الثاني يعني أن رسول الله نص على أحد أنه خليفة فسلي قال أن يقول هذا التعبير ماذا يدل؟ أقول هذا يدل على كما أشرنا بالأمس تعبير الخليفة خليفته في البعد الثاني لا في البعد ماذا؟ لا في البعد الأول نعم إذا دلت قرينة داخلية خارجية أن المراد من الخلافة يعني في البعد الأول نقبل ولكن اصطلاحا كأصطلاح أخدي كأصطلاح كلامي عندما نقول خلافة رسول الله مراد منه ماذا؟ في التطبيق في إقامة الدين يعني في البعد السياسي يعني في الإمام السياسي يعني في قيادة الأمة يعني في إيصال الأمة إلى كمالها في مختلف ماذا؟ في مختلف الأبعاد لنرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك أو لم يقل ذلك تعالوا معنا إلى النص قبل أن ندخل أن هذه النصوص صحيحة أو ماذا أو غير صحيح أسن توجدها مثل هذه النصوص أو لا توجد أعزائي هذا كتاب فضائل الصحابة قلت لكم الآن لا تسألوني عن السند لأنه بحثه في الليالي القادمة سيأتي الأعزاء اللي يريدون تابعون هذه الأبحاث يتابعوها بكاملها وإلا واقعا لا يمكن أن يقفوا على الصورة كاملا مجرد ورودها هو له دلالات لا فقط هذا وإن اللوحة متى تكون كاملة إذا نظرت إليها جميعا عند ذلك كل شيء يكون في موقعه المناسب أما إذا جزأتها عندها بطبيعة الحال لا تصل إلى النتيجة المطلوبة كتاب فضائل الصحابة للإمام أعد بن حنبل المتوفى 241 من الهجرة حققه وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس الجزء الثاني دار ابن الجوزي أعزائي حتى أشير إلى الطبعة أيضا الطبعة الثالثة سنة 1426 من الهجرة المملكة العربية السعودية في الجزء الثاني أعزائي في الصفحة 850 الرواية أعزائي طويلة الذين وهي الرواية عن ابن عباس قال أمر ابن قال إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رط قالوا يا أبا عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا عن هؤلاء يعني عندنا حديث خاص معك قال فقال قال فقال ابن عباس بل أنا أقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فابتدأوا فتحدثوا فلادري ما قالوا قال فجاء يعني ابن عباس فجاء ينفذ ثوبة ويقول أف وتف وقعوا في رجل له عشران وقعوا له عشر وقعوا في رجل له عشرا يعني عشر خصال قال له النبي لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ثم يبدأ إلى أن يصل التفتوا أعزائي وقال له رسول الله في صفحة 851 من فضل الرحابة قال وقال له رسول الله أنت ولي كل مؤمن بعدي التفتوا النص ماذا يشتمل على أمرين أولا ما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه حتى نقول أن مولاه له 22 معنا كما حاولوا أن يميعوا هذه الكلمة ما قال حتى تشكل علينا في حديث الغدير قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه لا 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 قال ولي فالله هو الولي هل معنى الولي هناك يعني فقط المحبة والنصرة إنما وليكم الله ورسوله ولاية ورسول الله كانت مختصة بالمحبة والنصرة أو شاملة ماذا للبعد الثاني في ذلك إذن هذا النص بشكل واضح وصريح يبين أن علي قلت للمشاهد الكريم فلينتظر معي لا يستعجل سيدنا سند هذه الرواية أقول لا تستعجلوا سيأتي البحث لكنه هذا التعبير ورد في وضائل الصحابة أن رسول الله قال لعلي أنت ولي كل مؤمنين التفتوا جيدا يا ولي أولاية في حياتي لبعدي مو بعدي عندما أسافر يعني عندما أغادر هذا العالم هذا المورد الأول أعزائي المورد الثاني نص القرآن الكريم القرآن الكريم بشكل واضح وصريح بين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعزائي أيوجد شك في هذه الآية تعالوا معنا إلى رسول الله لنسأل رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله هذا المقام وهو الأولوية على كل مؤمنين هل أيته لأحد من بعدك أم لا هذا معناه كتاب أعزائي مسند الإمام أحمد بن حنبل الموسوع الحديثية تحقيق شعيب الأرنؤوت مؤسسة الرسالة المجلد الثلاثون أعزائي المجلد الثلاثون الرواية عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة يعني اجتماعه ماذا اجتماع الناس وكسح لرسول الله صلى الله عليه وآله تحت شجرتين ليستظل ماذا بن حر الشمس فقل الظهر وأخذ بيد علي فقال التفتوا ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم التفتوا جيدا صدر حديث غدير خم ما هو ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه أولى في ماذا يا رسول الله الجواب في كل شيء ومن أوضح مصاديق الأولوية الأمور المرتبطة بإدارة ماذا الأمور قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه في نص آخر اللهم اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه هذه يا مولوية هذه محبة لو مولوية الأولوية لا تشير إلى المحبة الجواب إذا كانت أولوية المحبة لماذا أن رسول الله يقدم لها أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذا لم يكن هذا الصدر مرتبطا بهذا الذيل يكون ورود هذا الصدر عبث لغو وحاش رسول الله أن يقول يقدم لكلامي يعني رسول الله يقدم استدلال بآية وهي مرتبطة بمحل الكلام أو غير مرتبطة إذا قلنا أن المراد من مولاي عن المحبة تكون أجنبية عن ماذا عن الآية التي استدلت وهناك شاهد آخر قل من التفت إليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه محل شاهد هذا الأمر الثاني التفتولي جيدا أعزائي هؤلاء الذين يبحثون عن الدليل قال فلقيه عمر بعد ذلك بعد ماذا بعد حادثتي غديري فقال له هنيئا يبنى أبي طالب هنيئا يبنى أبي طالب في بعض النصوص بخن بخن مهم هنيئا يبنى أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة التفتولي أعزائي جيدا أولا لابد أن ترتفتوا أن الأرنقوت ماذا يقول يقول الحديث صحيح لغيره ما معنى أعزائي أن الحديث صحيح لغيره هذا أمامكم مصطلح الحديث للعلامة العثيمين في صفحة 13 و14 يقول ما معنى مصطلح الحديث يقول الصحيح لذاته ما رواه عدل ما هو الصحيح لغيره اللي يعبر يقول والصحيح لغيره الحديث لذاته إذا تعدد الطرقه مولانا ما معنى الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة إذن الحديث ماذا معتبر أو غير معتبر التفتولي أعزائي خلوا ذهنكم يمي ماذا قال له الخليفة الثاني قال له أصبحت وأمسي مولى نسأل الأعزة اللي يستدلون بهذا الحديث هذا مولى بمعنى المحبلة وبمعنى الإمامة بمعنى الولاية يعني القيادة السياسية إن كانت بمعنى المحبة وهي كانت ثابتة لعلي قبل غدير أنه رسول الله يقول من كنت مولى فهذا علي علي بن أبي طالب يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إذن هذه كانت ثابتة قبل هذه الواقعة إلا أن تقولوا بأن الخليفة الثاني واقعا لا يعرف اللغة العربية وهذا شأنكم هذا شأنكم وقال سلكم عليه أجرا القرآن لا 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 أحسنتم جزاكم الله خيرا مسألة المحبة والمودة ثابتة قرآنيا ثابتة روائيا إذن الخليفة الثاني عندما يقول أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن يعني بهذه الحادثة بهذا النصب بهذا الذي قاله رسول الله بهذا الذي فعله رسول الله الصرطة ماذا حصلت على مقام لم تكن حاصلا عليه فلو كان مقام المودة والمحبة فأمير المؤمنين ماذا كان حاصلا عليه قبل ذلك إذن هذا تصريح أعزائي التفتوا جيدا هذا تصريح للمرة الثالثة هذا تصريح ومرة المئة أقول أن الخليفة الثاني كان يعلم أن رسول الله نصب عليا ماذا للإمام فلا يأتي لي قائل هنا وهناك ويقول النعم أن رسول الله قال ذلك ولكن لم يكن بنحو صريح حتى يكون واضحا ماذا لكبار الصحابة لا تصريح وفي روايات معتبرة ومقبولة وحسنة وصحيحة لغيرها أن الخليفة الثاني أقر بذلك وهنأه بل وبايع من الإمام فهمها أكثر من غيره لا فقط فهمها لتفتوا لي هذه احفظوا لي يا هن أنه الخليفة الثاني قد يرخم قال أصبحت يعني جنو مولى كل مؤمن ومؤمنة الخليفة الثاني داخل في كل مؤمن أو غير داخل ماذا تقولون تقولتم ليس بداخل هذا شأنكم هذا معناكم أنه تنكرون إيمان الخليفة الثاني فتخرجوه ماذا عن الإيم وهذا نحن واقعا أمركم هذا ولكنه كما هو الظاهر وكما هو المعروف أنه داخل في قوله ماذا كل مؤمن إذا انصار علي في هذه الواقعة ماذا مولاه مولاه وإمامه ووليه وأولى به من نفسه في نص الآية المضاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسكم لا أريد أن أستبق الأبحاث ولكنه الأبحاث تأتي بطبيعتها تتسلسل منطقيا إذن أعزائي من أين يقال بأنه أساسا لم تثبت هذه الإمامة وهذه الولاية وهذه الخلافة بل ثبتت وأولوا أو من الأوائل الذي اعترف بها وأقر بها وبايع أسا بعد ذلك عندما لم يعملوا بها ما هو حكمهم ذاك له حديث آخر الآن لا أريد أن أقف عنده ترجمة نانسي قنقر